كما عقد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبدالعاطي لقاءا موسعا مع عدد من كبار المستثمرين الإماراتيين بمصر وشدد عبدالعاطي خلال اللقاء على أن مصر تخطو خطوات اقتصادية ثابتة وسريعة على الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية والتحديات التي فرضتها للطرابات الواقعة في محيطها الإقليمي مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على حجد مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة